دورة العادية للمجلس الوطني دورة العادية للمجلس الوطني انتهت الحمد لله بعد أن أنهت مختلف فقرات الواردة في جدول الأعمال أولا صادقت على تعديلات النظام الداخلي وتعديلات اللائحة الداخلية للمجلس وتعديلات النظام المالي للحزب بغرض تكييف هذه الأنظمة مع النظام الأساسي للحزب الذي صادق على المؤتمر الأخير والذي المؤتمر كيفه مع المختلفة الدستورية الجديدة ومع التعديلات التي أدخلت على قانون الأحزاب هذا ورش كبير مهم استطاع المجلس الوطني أن يناقشه وأن يقوم باللازم فيه ثانيا صادق المجلس الوطني على برنامج الحزب الجديد وعلى ميزانية الحزب للسنة المقبلة وكانت هذه الميزانية وهذا البرنامج للسنة المقبلة 2013 قد عرض على للجنة المختصة وصادقت عليه أمس يعني قبل المجلس وأيضا صادق المجلس انتخذ مجموعة من القرارات انتخب هيئة التحكيم وانتخب لجنة ملاقبة مالية الحزب وهما هيئتان مهمة من أجهزة المجلس الوطني التي تقوم بإما تلاقي الطعون في عدد من القرارات التي أصدرتها هيئة التحكيم أخرى أو بالنسبة لهيئة ملاقبة مالية الحزب في متابعة مالية الحزب وإعداد تقارير تقييمية لها سنويا كما ناقش المجلس التقرير السياسي الذي تقدمه الأخ الأمين العام وتزعرض لمختلف جوانب الوضع السياسي الحالي ولعمل الحكومة وأبدأ أعضاء المجلس ملاحظاته مسؤول على عمل الحكومة وعلى ما تشهده الوضعية السياسية وختم المجلس بتلاوة المصادقة على البيان الختمية التي تصدر قريبا عن المجلس الوطني اشتركوا في القناة